اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين افاد مصدر امنية اليوم الاربعاء باختيال عقيد طيار اثر هجوم مسلح في محافظة الانبار وقال المصدر ان المسلحين فتحوا النار تجاه العقيدة الطيار سعد محسن المرزوك الدلمي في قاطع كرمة الفلوجة بمحافظة الانبار واضاف ان العقيدة الطيار هو شقيق رئيس اركان الفيلق الثالث سابقا الواء الركن غازي مرزوك الدلمي الله يرحمه ويتغمد بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ان لله وانا اليه راجع ادعو لابو ياسين بالرحمة والمغفرة في التعليقات نسأل الله ان يحتسبه شهيدا اشتركوا في القناة